اهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة إذن استكمالا لتغطيتنا لقرار مجلس الوزراء في جلسته المعاقدة اليوم على فرض رسوم الأراضي البيضاء يسعدنا أن نستضيف معنا الدكتور عبدالله بعشن مستشار مالي أهلا بك دكتور عبدالله حياك الله أخت مريم وحيا الله المشاهدات والمشاهدين الكرام وأعتقدنا فرصة جيدة اليوم نتكلم عن قرار أخذ الأهمية وأخذ انتباه ولفت نظر الشارع السعودي وأصبح مراقب له فالحمد لله أنه تحقق نعم طيب في البداية يا دكتور يعني سيكون النظام دافعا للملاك نحو تطوير الأراضي ما مدى برأيك استعداد قطاع المقاولات لهذا الطلب؟ والله شوفي احنا ننظرنا إلى الاهداف من هذا القرار الاهداف من هذا القرار طبعا حسب الصيغة الآن هذا هو الهدف منه دعم أموال لعملية تسريع الإسكان أو الوصول إلى تخفيض من أزمة الإسكان الخروج من عمق الزجاجة اللي عليها المواطن بالإضافة إلى عملية توصيل البرافق والخدمات فسؤالك لو ربطنا بهذه الفقرة لو وجدنا أن قطاع الإنشاءات هو القطاع الذي سينفذ هذه الأشياء سواء كانت في عملية التطوير أو عملية البنية التحتية من بياه أو ما شابه ذلك فأعتقد أول حاجة سيضيف إلى قطاع التشغيل مجال أكبر لأنه لماذا؟ لأن أول حاجة بتحصلات هذا الرسوم أو ما سيجب من هذا المجال ستذهب إلى نفس القطاع الشيء الآخر ستكون مفيدة الحقيقة في عملية تخفيض الضغط على موازنة الدولة وخاصة أن قادمين على سنوات فيها صعوبة نتيجة الخفاض البترول وبالتالي ستقل اعتماد على موازنة الدولة أو على بنود في موازنة الدولة لهذا القطاع الشيء الثالث والمهم أنا أعتقد هو أن هذا القطاع انتقل أو سينتقل بإذن الله من عملية مخزون للثروة اللي زي ما كانوا بيقول لك أن القطاع ما يموت أو يأكل ولا يأكل ولا يشرب لا سيكون الآن هو دافع أو قناة لتحريك قنوات الاقتصاد وليس لحجز الأموال فيه وعدم تحريكها نعم دكتور عبدالله دعني أنتقل لدينا أو عبر الإقمار الصناعية من أبها الأستاذ عميد كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد الدكتور محمد العباس أهلا بك دكتور أهلا وسهلا بكم وأهلا بدكتور عبدالله في البداية حدد النظام 2.5 سنويا على كل أرض مخصصة للإسكان هل برأيك هذه النسبة كافية لتحفيز الملاك للبيع؟ بسم الله الحمد لله بداية القرار كما قال أستاذنا الدكتور عبدالله حول أنه جاء فعلا في وقته وانتظرت السوق من فترة طويلة خاصة المهتمين بالشأن الاقتصاد ككل متابعين وعارفين خطورة الارتفاعات التي وصلت لها العقارات والتأثيرات العكسية الممكن أن يتسبب فيها لو استمر الاتجاه على النحو المستمر أيضا ثني على كلامه أن الآن انتقلنا من مرحلة أن العقار أصبح لا كلفة له وكما يقولون لا يأكل ولا يشرب الآن أصبح مكلف لاستخدامه كمخزون للثروة يعني لم يعد هذا المفهوم قائما بعد الآن انتقلنا من هذا المفهوم نهائيا أصبح التخزين الثروة في العقار مكلف لكن الصراحة 2.5% يعني ذكي جدا يعني الوضع هذه النسبة فعلا حريص جدا ودرسها بشكل يعني عميق جدا فهي من باب لا ترهق عملية البيع والشراء يعني الآن عند عملية البيع العادي لنفترض أن الأرض هذه تتداول بطريقة عادية وهو المفترض أن يتم أن يحرك العقار يحرك الراكد في العقار يعني غير مرهقة لا على الباع ولا على المشتري 2.5% السعي 2.5% إذن الإجمال كل 5% من قيمة الأرض بالكامل كل التكلفة الشاملة لعملية البيع هذه غير غير مؤثرة على عمليات الحقيقية للبيع والشراء لكن بالتأكيد ستكون مؤلمة عندما يتراكم عملية الضريبة هذه أو الرسم هذا وعدم فعملية تخزين التروى الآن في العقار أصبحت مكلفة فعلا وهذا هدف نعم طيب هناك طرح يقول بأن المالك سوف يحمل المشتري قيمة الرسوم كيف سيتحقق ذلك برأيك؟ والله إذا كان المشتري قادر على تحمل الرسوم هذه كلها الله يفقه يعني المسألة هي فعلا يعني سوق يعني نحن الحكومة عندما وضعت هذه السياسات الهدف منها هو تحريك عمليات العقار إلغاء مسألة الخزن الاستراتيجي للتروى في العقار إذا كان والله هناك مشتري قادر أن يمتلك هذه الأرض ومستعد في امتلاكها أن يدفع كامل الرسوم المتأخرة على المالك يعني هذا المهم أنها تتحرك الأرض وتتحرك إذا كان المالك قادر أنه يمتلكها ويحافظ عليها ومصر أن يحافظ عليها حتى لو يدفع الرسم 2.5% سنويا أيضا هذا لا يعني غير والد يعني الأثر الكبير عليه بدأ يضمحل خاصة كما قال أستاذنا الدكتور أن يعني سيستفيد الدولة من خلال تحصيل كل هذه المبالغ في تنمية وتطوير الإسكان ومدة بالخدمات وهو الهدف النهائي يعني في الأخير نحن لا نريد أن نعاقب مشتري أو باع بقدر ما نريد أن لا يكون تخزين العقار عقبها أمام التنمية نعم عودة للدكتور عبدالله باشن إذن برأيك كيف سيؤثر أو أسعار الأراضي كيف ستكون استجابتها للنظام شوف أخت مريم احنا يمكن من حسن حظنا أن نكون مع الدكتور العباس الدكتور العباس بس لتعريب بسيط هو من المفكرين في عالم المحاسبة ودائما المحاسبة أنت سألت سؤال جميل جدا أنه كيف تنتقل هذه الرسوم أو يحاول البعض نقل هذه الرسوم إلى عبلية المستهلك أو إلى من يشتري عملية العرض والطلب لا تهم هو من يتحملها من لديها الرغبة ولديها الكفاءة ويعتقد أن هذه القيمة العادلة فيجب أن يتحملها لكن ما يصاغ بطريقة لأنه في بعض بصطلحات أصبحت خطأ ولكن أصبحت متعارفة يعني الآن لو أخذنا مثال في التجزية أو في المواد الغذائية عندما يرتفع سعر العملات أو ترتفع الأسعار في هذا تنتقل صحيح ولكن تنتقل في أنت أصبح عندك مجال كبير فبالتالي تتنقل هذه البهم فعملية نقلها أنا لا أعتقد أنه ستكون ميسرة بهذا التيسير الشيء الآخر الحقيقي أنه عملية وضعها كنسبة لأنه برضو أنت عندما تأخذ نسبة وتناسب قد تضيف عليك لوجستك عمل مكتبي صعب وبالتالي الجهات الحكومية أو الجهات التي ستحصل هذه القروض أعتقد سنضيف إليها أعباه ونحن الآن في مرحلة الترشيد سواء للإنفاق أو حتى للإجراءات لأن هذه بيكنيكية التطور للعالم والنظرة للتنمية المستدامة فإذا أنت عملت في مبلغ محدد بالتالي لن يرهقك ولا يطلب منك أشياء كثيرة وضيفت إليه طبعا في القرار كذلك أنت الآن عندك حوالي ستة شهور اللي هي حوالي مئة وثمانين يوم يعني إلى اليوم 23 نوفمبر عندنا إلى 23 مايو حتى يطبق هذا القرار فبالتالي أنا أعتقد في هذه الفترة دائما يمكن لو ترحطني في الأسواق وخاصة أسواق المال أو الأرض أصبحت سوق يعني الخبر عندما ينزل يتأثر أو يكون له أثره الكبير لكن تبدأ تنتص عندما تظهر اللوايح وعندما يبدأ التطبيق فبالتالي أنا لا أعتقد أن هناك الخوف اللي تأثرت به من كان يسيطر على هذه يا أخي الأراضي هذه هي لإعمار الأرض وليس للتخزين وخزن التغوى فيها نعم طيب برأيك كيف سيؤثر على المنازل القائمة هل ستتراجع أسعارها؟ والله شوفي في هذه قطاع معين في بعض قطاعات تعتبر السلعة مركبة لسلعة أخرى لأنها ليست مدينة لها يعني مثلا في التجزة خلنا نبسط الموضوع للمشاهدة الكريم لو ارتفع سعر الرز مثلا ممكن ألجي لشيء آخر ألجي المرقوق لماكرونة لأي شيء آخر لكن هنا لا هنا لو ارتفعت سعر الأرض لا أستطيع أجيب شيء آخر أبنى عليه فإذن فعلا في حالة انخفاضها أنا لا أتوقع من الناحية الاقتصادية ومن الناحية المالية البحتة أن نرى أثره في خلال فترة وجيزة يعني أحنا عندنا ستة شهور حتى يطبق القرار عندنا حتى تصدر اللوايح ثم حتى يبدأ فيه هناك نقطة مهمة جدا وهو أنه من يملك هذه الأراضي هم أصحاب ثروات بالإضافة إلى أنه قد يكون جزء منها مرهول للبنوك وهم ليس في بقدر الآن أن يسددوا هذه البنوك فهم سيكونوا أمام ضغوط بحيث أنه يحاولوا تحريكه فبالتالي سيزيد العرض بالتالي ستنخفض الأسعار ولكن يجب أن لا نكونوا مبالغين لن ينخفض الخفاض كبير في المرائل لكن على البدى البعيد وهذا ما قصد فيها المخطط لنظر البدى البعيد نعم إذن عودة لأستاذ محمد العباس من أبهى بالبداية أيضا داني أسألك الشركات يطبق عليها الرسوم وهي تمتلك أراضي قد تكون مرهونة كيف تستطيع مواجهة الرسوم في ظل عدم قدرتها على البيع برأيك والله يعني إذا كانت الأرض مرهونة فصراحة ستدخل للشركات في إشكاليات بالتأكيد غير سهلة أولا سيرتفع خدمة الدين الآن عليها سترتفع خدمة الملكية الأرض وهذا يعني يجبرها أنها تغير الآن من هيكلية في الديون أتوقع أن إذا كان تكلفة الرسم مع خدمة الدين مع الأمور كلها مرتفعة عليها بالتأكيد أنها ستعيد تقييم كل وضعها المالي وكل مركزها المالي وتحاول إعادة هيكلة تمويلها بطريقة تناسبها وتساعدها على الأمر هذا لكن نتوقع أن الرهن عندنا الرهن العقاري ما وصل للدرجة التي يعتبر فرض 2.5% مرهق لدرجة أنه يقلقنا ويسبب أرباك في السوق العقاري بالكامل كما قال أستاذنا الدكتور وطبعا هو بالغ في كرامي جزا الله خير لكن أنا تلميذه الحقيقة أن المصمم لهذا النظام لم يقصد أرباك السوق هذا يجب أن نكون واضحين إنما يقصد فعلا أن نقل مسألة تخزين التروة في العقار وأن العقار يجب أن يكون مكلفا النظرية السابقة التي هي الأرض لا تأكل ولا تشرب انتهت أصبحت مكلفة على الشخص بالتالي الذي يرهق التكاليف هذه سيبدأ تحرك السوق العقاري بيعا وشراءا وهذا هو الهدف يعني كسر الاحتكارات الموجودة في السوق وتحريك العقارة طبعا أكيد أننا بنواجهنا مشاكل يعني زي ما تفضلت في مسائل الأرض المرهونة الأرض التي لم يتم ملكها بمعنى تكون متناقلة بين ورثة الورثة ما استطاعوا أنهم يكملون يعني الأنصبة أو ما استطاعوا أن ينهينوا المشاكل المتعلقة بها الجهات شبه الحكومية لا يحب حكومية ولا يحب حكومية ولا يحب خاصة شبه حكومية كيف سيكون وضعها الأوقاف كيف سيكون وضعها التأكيد نتوقع كل هذه المشاكل أن اللائح التنفيذية ستعمل لحلها ولذا أعطى تسعة شهور لأن المسألة تحتاج فعلا إلى حل نعم طيب دكتور عبدالله ما تريق على مقالة هو الدكتور والله شوفي ما قال الدكتور الحقيقي كل هذا بشي في نفس التوجه لكن قد أضيف الحقيقة على أخي الدكتور محمد أنه الآن أصبح لو اتجهنا إلى سوق المال أو سوق الأسهم حسب ما هو متعارف يعني هو يجب أن يكون سوق مال لأننا نتكلم عن جانب الصناديق الصناديق العقارية أصبحت صحيحا لا تبثل من حركة السوق أو من السيول التي تجهة للسوق أكثر من أربعة أو خمسة في المئة ولكن هذه الصناديق تملك كميات كبيرة من هذه الأراضي البيضاء وفيها بعضها في وسط المدن هنا الحقيقة الذي يجب أن يبدأ أن يفكر فيه من يتعامل في هذه السلعة كمان كانت الصناديق ومن يدير هذه الصناديق أو هيئة سوق البال أو شركة تداول لأنه ما هو الدفينيشن أو التعريف هل هذه تعتبر هي من عروض التجارة خلال التطوير وخلال الفترة هذه أو أنه بعض الصناديق وهذا الحقيقة اللي حصل في الفترة السابقة احتفظت بهذه الأرض فأنا أعتقد كمان هذا سيحرك هذه الصناديق أن تكون على مستوى من النمو وعلى مستوى من الوعي أكثر من عملية أنها أخذت إرث سابق من تجار الإقار فكانوا يلجؤون إلى الهروب من أنها تبقى بأسباب إلى تقوين صراديق يمتلك فيها 70 إلى 80% نعم طيب بالنسبة للوحدات السكنية كيف سيكون حال وحدات السكنية المعدة للإيجار بعد انتقال سكانها إلى منازل الملك شوفي الوحدات السكنية هنا نرجع مرة ثانية لعملية العرض والطلب وعلى فكرة العرض والطلب زي ما بيقولوا احنا في سوق حر ما فيه هناك أسواق حرة الآن في المرحلة التالية قد يكون الفكر عندما بدأ هو بدأ حر ولكن هناك ما يسمى بالتدخلات في عملية حركة أو ديناميكية العرض والطلب إذا نظرنا إليها من هذه الناحية إذا زي ما تكرمتي انتقلوا فإذن حيكون هناك في أماكن أو شقق أو منازل موجودة أنت لا تنسي عندك عاملين مهمين جداً في هذا المجال بالذات سيؤثر فيه أنه نسبة النمو السكاني عالي جداً في الببلكة بالإضافة إلى أنه نسبة الوافدين عالي ويجب أن لا ننظر إلى الوافد فقط بس الوافد أصبح يكون عائلة فهذه برضها لا تأثير فإذن أنا أعتقد أنه عملية أن يحدث خلل فجأة بحيث أنه تخفض إيجارات كما تخفضت الأراضي أو ما شابه ذلك لا سيكون هناك توازن نعم إذن معنا أيضاً عبر الهاتف أستاذ يوسف الميمني إذن رجل أعمال في البداية أهلاً بك أستاذ يوسف أهلاً بك أختي وشكراً للصلافة في هذا اللقاء أهلاً بك في البداية تراجع الأسعار برأيك هل سيشجع إلى الهجرة إلى المدن الرئيسية حقيقة في الأول لا نستطيع أن نقول التراجع على الأسعار الأرض زي أي تسلعة هناك عرض وهناك طلب وإذا زاد العرض عن الطلب وخفضت الأسعار والعكس صحيح صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بخصوص النظام هناك فيه نقاط هام ما أشار لها اليوم النظام ولابد أخذها بالاعتبار محددات النظام أكدت على ثقف الأراضي داخل النطاق العمراني ونعلم جميعا أن النطاق العمراني للمدن الرئيسية يراجع كل مرة بين كل عشرة إلى عشرين عاما وتزاد النطاق العمراني فبالتالي حجم النطاق العمراني يزاد في كافة مدن المملكة النقطة المهمة اللي أشار لها النظام اليوم أوكل لله حتى تركيزينا تحديد المعايير المعايير ستكون مهمة جدا بالنسبة لهذا النظام ومن ضمنها تقدير قيمة الأراضي البرنامج الزمني البرنامج الزمني مهم جدا لتهيئة هذا الموضوع لتحصيل الرسوم من قبل ملاكة الأراضي التي ينطبق عليها هذا النظام ونقطة مهمة أشار إليها اليوم قرار مجلس الوزراء أنه أهمية أن يكون التطبيق بشكل تدريجي هل يعني بشكل تدريجي أن هناك استثناءات أما أن هذا النظام سوف يطبق على الجميع لننتظر صدور اللايحة التنفيذية التي أعطى لها النظام 180 يوم بصدورها وهذا أمر مهم وهناك أمر هام جدا بالنسبة للموضوع لتهيئة الكوادر اللازمة تهيئة الكوادر اللازمة في سبيل يعني العمل على تطبيق هذه النظام موضوع أننا تعرف كما نرى من بعض الصحفيين أو كتاب الرأي بصحب المحلية التأكيد والجزم أن الأسعار سوف تدخبط 50% أعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة منهم الأرض هي السلعة زي بقية السلع ترتبط بالعرض والطلب والنمو السكاني المملكة كما أشار الزميل الذي كان يتحدث قبلي أن هناك نمو سكاني مرتفع أن هناك هجر من بعض المحافظات للمجد الرئيسية وبالتالي هناك في طلب مستمر على الأراضي وكلما كانت الأراضي مطورة كلما كان سعرها مرتفع غير الأراضي غير مطورة أو خارج النطاق العمراني نعم طيب أستاذ يوسف أيضا النظام سيكون دافع عن الملاك نحو تطوير الأراضي برأيك ما مدى استعداد قطاع المقاولات لهذا الطلب طبعا قطاع الإسكان قطاع الإسكان في نمو دائم هناك فجوة بين العرض وفي موضوع توفير المساكن الجاهزة وزارة الإسكان لديها برنامج طموح في سبيل توفير السكن للمواطنين المستحقين للسكن الطلب في قطاع الإسكان طلب عالي ومرتفع ويزداد مع الزمن فقامت وزارة الإسكان بدورها الألحام في سبيل توفير السكن للمواطنين وقام المطورين العقاريين بإنشاء المزيد من المحدات السكنية التي تكون أفعارها في متناول المواطن من خلال حصوله على القرض الإسكان وعلى القرض التجاري سوف يكون هناك طلب مستمر على قطاع المقاولات لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية ونتوقع أن يكون هناك نشاط ولكن نشاط قطاع المقاولات ليس كافيا يجب أن يرتبط بوجود التمويل اللازم من البنوك والجهات المقرضة لتوفير السيول اللازمة للمطورين ولقطاع شركات المقاولات نعم طيب بالبداية هل تتوقع أن تتم تسهيلات من قبل وزارة العمل وخلاف القطاع المقاولات حتى يواجه الطلب العالي المتوقع برأيك ما في شك ما في شك ما في شك أن قطاع المقاولات المهمة جدا في أي اقتصاد نامي زي اقتصاد المملكة العربية السعودية مزارة العمل سوف تستجيب للطلب على المهن المهن التي لا يقبل عليها المواطنين السعوديين وبالتالي شركات المقاولات قامت بخطوات جيدة في الماضي نحو توظيف العديد من المواطنين السعودين في مهن رواتي بعضكم مرتفعة وفي نفس الرق هي مهن تعج من المهن التي نعمل بها ولكن في بعض المهن المهن المتواضعة إن الرقم الذي طلبته نعم إذن فقدنا الاتصال من السادة يوسف الميمني من المدينة عودة إذن للدكتور عبد الله بعشن دعني أسألك يعني الأرض الآن تشكل 70% من قيمة المسكن هل قرار رسوم الأراضي سيخفف من قيمة الأراضي برأيك؟ والله شوفي إحنا لو قررنا منصوص القرار أو الرسوم الملكي كان الهدف منه يعني هي عملية وجود السكن الملائم وبالسعر الملائم هنا تريبا من ناحية المالية ومن ناحية الاقتصادية إذا ما نقول السعر الملائم أو هذا إحنا الآن قاعدين على طاولة اثنين ومعانا في الستوديو ما شاء الله مجموعة قد نختلف ما هو السعر الملائم لكل واحد فينا فإذن هي عملية مرة أخرى عملية السعر العادل أو السعر الملائم هي عملية تعتمد على القوة الشرائية للأشخاص المستوى المعيشي للأشخاص فهذه أنا أعتقد أنه أصبحت الأرض زبا تكرمتي عنصر مهم في عملية تكلفة المبنى عالميا حسب المعايير العالمية أنه لا تتعدالها 35 إلى 30% لأنه كذلك يوخذ بمجال آخر أنه ما هو عمر الإنسان عمر الإنسان متوسط أعبار الناس خاصة الآن في المملكة مع النمو الصحة والعناية قد يكون بين 65 إلى 70 فأنت عشان يبدأ هو ما يتخرج من الجامعة لبعد 25 سنة يبدأ يتدخر فهو يأخذ وقت فأنت لو كان أحد عناصر البناء لبيت السكن المهم في عالية لن يصل إلى هذا المستوى إلا بعد فترة طيب برأيك هل سنصل إلى معدلات عالمية من قيمة المسكن يعني إلى 40% شوفي أنا أعتقد من الممكن أن نصل إلى هذه المعدلات العالمية بس في الوضع الحالي أنت الآن متجه اتجاهين المشاريع دائما أو التخطيط أو الأفكار عندما تبدأ من السكراتش من البداية تكون أسهل في عملية الوصول إلى الهدف لكن أنت الآن عندك مشكلة قائمة وعندك وضع له قرون وليس عدد سنوات فبالتالي تحتاج إلى وقت أول شيء عشان تبعد هذه الشوائب عندما تبعد هذه الشوائب تستطيع أن تنتقل إلى هذه المعايير الأستاذ الميمن الحقيقة أشار إلى نقطة جيدة بأن القرار هو على البناطق العمرانية سواء كان سكني أو سكني تجاري هذا صحيح لكن أنا أعتقد أن من يهتم باللاحة التنفيذية وسيقوم على عمل سيأخذ في الاعتبار أنه عدم التنقل العشوائي اللي حصل في المملكة لأن التنقل العشوائي في بدن المملكة ستجدين مثلا بناء في شمال الرياض وفي شرق الرياض وهكذا جدة ومكة فأنت الآن ستحصره بحيث أنه يكون في اللايحة عدم الانتقال إلى هذه المناطق إلا بعد التخلص لأن هذه أول تكلف الدولة تضغط على نفقات الدولة تضغط على نفقات الأمانات والبلديات تضغط على قطاع زيما تكرمتي المقاولات والعمالة وبالتالي ترفض فإذن يجب أن يكون عندك تخطيط للانتقال من العمراني إلى غير العمراني ولكن وستحد من عملية المضاربة لأن الأرض أنا أختلف مع الأستاذ الميبني ليست سلعة وإنما هي أن تعمرها لحياة سعيدة إن شاء الله نعم عودة إذن لدكتور محمد العباس من أبها دكتور محمد جزء كبير من دخل الفرد يذهب إلى الإيجار أو دفع لقيمة سكن عالي تراجع الأسعار كيف سيكون أثرها على ميزانية الفرد والله نحن نأمل أن يصير فيه تراجع في الإيجارات ونأمل أن يكون فيه تراجع في أسعار العقار زي ما يعني يتمنى الجميع يعني الحقيقة لكنها يعني كيف سيحصل التراجع هذا يحصل عندما كما قال جميع الإخوان عندما يرتفع العرض يعني القرار الذي صدر بخصوص الرسوم للأراضي البيضاء هو الهدف منه هو تحريك السوق يعني فعلا عدم تخزين الأرض لكن لا يضمن أن هذه الأرض سوف تبنى وسوف تبنى وحدات سكنية وسوف تبنى من أجل تغطية الاحتياج السكني هذا كله القرار ليس له علاقة بهذا الشأن يعني ممكن أن تبنى أشياء أخرى بخلاف الإسكان أو الوحدات السكنية التي نتوقعها إذن أي تراجع في أسعار الإسكان أو أسعار الإسكان سوف يكون مرتبط أساسا بكثرة بناء الوحدات السكنية وهذا يحتاج إلى فعلا أنه يعني دخول مطورين أكثر دخول شركات أجنبية تطويرية في العقار استماح فعلا بدخول الشركات الأجنبية في تطوير العقار تسهيل عملية تطوير العقار تسهيل إجراءات تطوير العقار السكني يعني أكثر في التسهيل إجراءات يعني أتمنى حتى أن البلديات والأمنات تعاود النظر في مسألة اشتراطات تطوير الأراضي والأراضي الخام بخصوص تطويرها للخدمات وتستفيد مع وزارة الإسكان من الرسوم الأراضي البيضاء في مد الخدمات نيابة عن المطورين أو بهذا الطريق لأنهم نشجع عملية بناء المساكن أكثر وأكثر لا يكفي القرار هذا علشان يضمن لنا تراجع في الأسعار نحتاج إلى آليات ووسائل أكثر نعم دكتور محمد ما هي معوقات التي تعوق الأراضي أو بناء المساكن على الأراضي والله أول شيء هو يمكن أكبر عوائق تواجه الآن الناس هو نفسه ارتفاع تكاليف البناء نفسها كما قالوا الأخوان يعني أنا علشان كما وضح السلام الدكتور عبدالله أنا علشان أبدأ أبني أرض لي أنا يحتاج لي كم سنة إذا تخرجت عمري 25 سنة على ما أقدر والله فعلا نحصل على قيمة الأرض فأبدأ ما أقصل على تمويل لغطي لتكاليف الأرض هذا كلها يعني هذه كلها عوائق يعني إذا استطعنا أن نجيب شركات تستطيع هذه الشركات أنها تطور أراضي تطور المباني وتقدم يعني مباني من فئات ألف و باو جي مودال بأشكال وأنواع مختلفة تكون يعني تكلفة طويلة الأجل في تمويل المبنى هذا تساعد الرسوم من أراضي البيضاء ومن خلال أيضا الميزانيات المتاحة لوزارة الإسكان الأمانات تساعد في عمليات تطوير هذه الأراضي كل هذا سيخفف من تكلفة البناء ويتخفف من تكلفة البناء على شخص وبالتالي أكيد طبعا أن في المدى الطويل ستنخفض الإجارات حتما إذا ارتفعت الأراضي المبنية للسكن لكن في الوضع الحالي وفي المدى القصير وحتى المتوسط أنا شخصيا لا أتوقع تراجعات واضحة في هذا المجل في الإيجارات خصوصا نعم طيب دكتور عبدالله برأيك هل نظام الرسوم كافية هل تتفق مع كلام الدكتور والله شوفي الحقيقة أنا أتفق مع كلام الدكتور جدا لأنه من ناحية الاقتصادية ومن ناحية المالية نحن لا نستطيع أن نقول والله سيرخفض هنا ويزيد هنا يعني أنت عطيتي مثال على الإيجار الدكتور زي فأتكلم قال إذا توفر العرض صحيح بس كذلك تروي شباة الخير إحنا عندنا عملية الخروج عن النص دعيني أقولها أو كما تكرم معالي وزير الإسكان وقال إحنا نحتاج إلى فكر الرجل يتكلم صحيح إحنا مثلا ما هو الفكر هذا الفكر قد يتوجه المجبوعة إلى عملية الاستراحات والتي أصبحت منتشرة في كل مدن المملكة فهنا سأستطيع أن أجاوبك إذا توجه إلى هذا التوجه لأنها تدي دخل أكبر وبسرعة الإيجار لن يتأثر فإذن أنا أعتقد الدور الآن على عاتق الأبانات وعلى عاتق وزارة البلديات لأنها هي التي تنظم مفروض أن نخرج من عملية البناء للدورين والثلاثة يجب أن نتوجه إلى البناء الأفخي كما هو موجود في مليزيا في سلغفورة في نيويورك يعني لماذا هذا نوع الحقيقة من الفكر السابق وهو أن الأرض تختزل فعندما نتوجه إذا عندما نقدم فإذا نحتاج أنا أنا زي ما أشرت أعتقد في البداية وأشار الزبلاء أنه إحنا الآن بنخرج من معالجة مشكية أو أزمة فهذه تحتاج إلى وقت نعم طيب مستحصرات الرسوم سوف تذهب للإسكان التي سوف توفر قروض للمواطنين هل يعني ذلك أن المصارف تجارية ستفقد الطلب على القروض الأقارية برأيك؟ لا ماريا بنتي لو قررت القرار أو المرسومة اليوم حدد الحقيقة دائما ما تحصل الدول يكون لها مصادر ولها مخارج يعني البترول البترول إذا مصدره يروح لوزارة المالية تبدأ منه موازنة الدولة اللي إن شاء الله بعد أسبوعين أو ثلاثة وما شابه ذلك والاحتياطيات وما شابه ذلك الزكاة وفق الرسوم سوف تذهب لوزارة الرسوم ستروح لحساب في بؤسسة النقد العربي السعودي وسيكون هذا الحساب مخصص لعملية التطوير وعملية المرافق نعم حسب ما هو أنا قرأت هل هذا النص هو صحيح أو لا فإذا نوجه لغرض معين ودائما في تعليمات الميزانية وفي تعليمات الموازنة الحكومية أو المالية الحكومية عندما يتوجه نص يجب أن يكون الصرف في حدود هذا لا تستطيع أن تخرج فيه إلا بصلاعيات محددة نعم البعض يصرح عن إمكانية تأثر المصارف من الرهون العقارية في حال تراجع الأسعار ما مدى صحة ذلك ولا أشوفي دائما البنوك خلينا نبسط الموضوع لما تأتي قرض أو تسهيلات لصاحب الأراضي هذه الكبيرة كانت بانيتها على أساس أن القيمة ارتفعة فبالتالي عامل الرسك عندها استطعت أن تقلله أو تأخذه الآن العوامل اختلفت لديها فطالما اختلفت لديها فيجب أن تعيد هيكلة احتساب الرسك فاحتساب الرسك هي تغير لأن القيمة نتوقع أن تخفض وليس من الخفاض الكبير وبالتالي هذا لكن الشيء المهم أنه في عبو مالي أصبع في العادة تري البنوك عندما تدي قروض أو تدي تسهيلات وليست قروض لا تتعدى خمسين في المئة من قيمة الأرض فبالتالي عندها بجال كبير فنعم قد لا أعتقد أن المجال البنكي سيتأثر بل بالعكس أعتقد أنه سيكون هناك قروض وستتوجه القروض هذه للأفراد بدل أن كانت تتوجه لأصحاب الثروات نعم طيب عودة لدكتور محمد أهل أباس من أبها داني أسألك دكتور يعني مساحات الأراضي شاسعة داخل النطاق العمراني وتفوق الطلب لا يمكن تحويلها جميعها إلى مساكن ماذا عن الأراضي المتبقية برأيك ما فهمت ماذا تقصدين بالأراضي المتبقية يعني تقصدين الأراضي الكبيرة التي داخل النطاق التي عموم القرار تنوضح أي أرض فضاء يعني تكلم عن كل أرض فضاء يعني كل أرض فضاء ستكون عرضة لهذا النظام طالما هي مملوكة لأشخاص طالما هي يعني داخل النطاق العمراني فستكون عرضة لهذا الرسم التبعات هذا الحدث يتخذ الناس قراراتهم حول هذا الموضوع هذا موضوع آخر يعني الآن في ظل الوضع التالي أنا مثلا عندي أرض شاسعة ضخمة جدا سوف أدفع 2.5% ما هي ملائة المالية ما هي قراراتي ما هي هيكل قراراتي هذا موضوع يعني لها طريقة ولها باب آخر لكن الجميع سيكون خاضع وعلى الجميع أن يتحد قراراته ويجدو البرامج ويعيد هيكلة ميزانية ومركزه المالي وقدرة على الدفع بناء على هذا بناء على هذا القرار نعم طيب هناك أيضا أراضي في أطراف المدن يعني لا يستطيع الفرد يعني السكن فيها ماذا عنها؟ ما هو يعني أجاب أنه داخل النطاق العمراني هي تكون داخل النطاق العمراني إذن داخل النطاق العمراني معنى أنه داخل الخدمات يعني بمعنى أن داخل النطاق العمراني معنى أن الدولة تستطيع مدها بالخدمات مدها بالطرق مدها بجميع الخدمات الصالحة للسكن إذن هي صالحة للسكن قد تكون نعم في الطرف بعيدة عن مثلا أقرب جوار لكنها تم خدمتها بكافة الخدمات بالتالي أكيد أن الحياة سوف تتحرك فيها وتنمو تدريجيا لكن أي شخص يمتلك أرض الآن وهذه الأرض صنفت وفقا لللائحة التي ستعد بأنها داخل النطاق العمراني سيكون عرضة للرسم وعلي أن يتخذ قراراتها بناء على ذلك هل يمكن أن تصدر استثناءات لشركات تطوير العقاري لأن جميع أراضيها معدل التطوير وفق احتياجات السوق بالعكس أتوقع أن المفترض أكوى أول ناس يطبق عليها مما أصحاب تطوير الأراضي لأن المفترض أن أخذ الأراضي من أجل تطويرها ومنح أكيد من الدولة وهذا المفترض إذا لم يكن كذلك فهذا هو المفترض أن من يمتلك الآن أراضي شاسعة ولدي شركة تطوير ويريد فعلا أن يقوم بالتطوير ولدي فعلا مخططات ولدي كامل مفترض أن يجد دعم من الدولة ومن وزارة الإسكان ومن الأمانات بحيث أن تسرع عملية التطوير في حال أن أخذ الأرض ثم يهمنا أن يحاول تطويرها بينما لم يقم بذلك أتوقع أن الله ستكون واضحة خاصة في مسألة اللي هو كما قالوا الفرض التدريجي للرسوم هذه فأتوقع الشركات التطوير هي واحدة من المستهدفين في هذا النظام لأن هنا أعتوقع هي المستهدفة مباشرة لأنها إن بنت وطورت الإسكانات سوف تبدأ قضية الإسكان تتحلحل عندنا نعم طيب دكتور عبد الله عند عدم استثناء شركات تطوير العقاري أو الأراضي في أطراف المدن التي لا يرغب المشتري فيها كيف يمكن تخلص ملاكها من هذه الأرض أو من الأراضي؟ والله شوفي أنا أعتقد أنه هنا نرجع مرة أخرى للفكر يعني أنه إذا شركات التطوير هي باللغة اسمها تطوير وليست ابتلاك حتى في المعايير المحاسبية والزكاة الزكاة إذا كانت الأرض جابدة فبالتالي قد تتأثر فيها الوعاء أو لا تأثر فيها الوعاء لكن إذا عملتها وشغلتها وأصبحت عرض من عروض التجارة تختلف في المعايير المحاسبة نفس العملية ستصنفها هل هي استثمار للمتاجرة هل هي الاستثمار للاقتناز فإذن أنا أعتقد أنه إذا شركات التطوير أخذت تدعي بناء على الفكر السابق لأنه فكر السابق وزي ما أشرت أنا أنه شركات التطوير وصناديق العقارية كانت تتوجه لخلق نوع بس من الصورة الذاتية أنه والله لم يملك هذه الأراضي أفراد هي في الواقع لا لا زال يملك أفراد ولا زالوا بسيطرين ولا زالوا لهم الأهمية الكبيرة فإذا إذا بتأخذها بدون عملية التطوير إذن أنا أعتقد زي ما أتكرر بالدكتور محمد أعتقد شركات التطوير هي أولى من أوائل من يطبق عليها هذا الرسم لأنه هدفها التطوير فإذا خرجت عن الهدف يجب أن تروح تغير نشاطها إلى نشاطها آخر نعم طيب هل من الممكن أن نرى وزارة الإسكان تقوم بشراء الأراضي التي لا يرغب ملاكها في دفع رسوم أو تطويرها ولا يشوف في هذا الحقيقة أنا كنت يعني سمعته وعايشته الحقيقة كفي السوق بدعابل ولكن ليس في السوق العقار ولكن في السوق الأطوال أنه العقاريين كان يطمحوا أنه عندما المرحومة الملكة عبد الله رحمة الله عليه خصص 250 مليار للإسكان أنه الدولة ستدفع هذه إلى موال لشراء العقار أنا أعتقد أنه الفكر تغير الدولة أصبحت ليست مجرد في السابق تعطي لا أنت تعطي ولكن تعطي يجب أنت أن تعطي كذلك فلا أعتقد بل إذا توجهت الدولة إلى الشراء هذا سيكون الحقيقة يؤدي إلى عكس القرار وإلى عكس المنظوبة كلها وإلى تأثيرها بحيث أنه سترتفع الأسعار وسنحل في مشكلة أخرى أنا لا 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 بوجهة نظر قد تكون مصيبة قد تكون مصيبة قد تكون أخرى أعتقد أنه توجه الدولة وحتى توجه يعني حتى يجب إعادة النظر في لايحة الصناديق العقارية الصادرة من هيئة سوق البال وفقا لهذه التغيرات نعم طيب عودة نتكلم عن دخل الفرد هل تتوقع أن نشهد ازدهار في قطاعات أخرى نتيجة تحرر دخل الفرد من إنفاق العالي في العقار أو على العقار شوفي جميل دخل الفرد الاقتصاديين يعني يقسوا بنعين أول حاجة يأخذ الدخل القومي ويقسمه على عدد السكان هذا الأهداف إحصائية الأهداف أغراض إحصائية ومعلوماتية بالتالي أنا لا أعتقد أنه يمثل بالنسبة لي القيبة الحقيقية لكن مستوى دخل أنا أقدر أقيسه كاقتصادي أو كمالي من خلال الاستبيانات في السوق من خلال حركة الاقتصاد في السوق إذا والله ارتفع بدأ يشتري أكثر بدأ يعيش عنده سكن بدأ عنده سيارة فارهة بدأ يدرس أولاده في مدارس إذن ارتفع مستوى ما عيشته فنعم أنا أعتقد بعض القطاعات قد تستفيد من هذا التوجه لماذا لأنه زمال تفدي الإنشاءات سيبدأ يعمل قطاع الإسمنت سيبدأ يعمل قطاع المواد المساعدة للبلاد إذن هذا دخول كذلك لأن العمل دائما هو أنصري الراس مال ومواد وعامل فنعم قد يلعكس على جانب معين وليس ليس كله على وخاصة أنه احنا في اقتصاد كثير من الأموال وتطلع خارج يعني لا تعود إلى الدورة الاقتصادية لو تعود إلى الدورة الاقتصادية لو وجدنا أن مستوى الدخل يرتفع أفضل الآن طالب أنت عندك حوالي 129 مليار تخرج للعمالة الموجودة حوالينا وهذا يشكرون على وجودهم وتعاونهم ولكن هذه تؤثر على الاقتصاد وتؤثر على القوة الشرائية كما تكررنا لو صارت تدور هذه في وسط الاقتصاد لارتفعت القوة الشرائية الحقيقية وليست الاسمية نعم أيضا دكتور محمد أيضا دعني أسألك هل تتوقع أن نشهد ازدهار في قطاعات أخرى نتيجة تحرر داخل الفرد من الإنفاق على القطاع العقار؟ والله أنا أثني على كلام الدكتور كلام رائع وتفصيلي رائع فعلا إذا حصل المؤمل من القرار وأن فعلا بدأت شركات التطوير تعمل بنشاط أكثر الناس بدأوا فعلا يحاولون الحصول على تمويل لبناء عقاراتهم بالتأكيد ستحصل نهضة شاملة اقتصادية شاملة لكن أيضا في الشروط التي ذكرها الدكتور بحكمة اقتصادية عالية فعلا لازم اكتمال الدورة الاقتصادية عندنا وعدم خروج الأموال في الخارج وكل هذا في شروط لازمة تحتاج للازدهار الشامل الذي نقصده لكن بالتأكيد إذا نجح القرار في أن يوجه السوق نحو البناء والتطوير العقاري بالتأكيد قطاعات كثيرة ستزدهر بلا شك وهذا مؤمن حتى قطاع الآن النموض ضخم في المباني في الأطراف وفي الوسط وسوف ينمي في عملية التعليم عملية الاستثمار في التعليم عملية الاستثمار في الخدمات في القطاع الغذائي التجزئة لأن مد الأطراف هذه ومد الأوساط اللي كان ميت مد بالخدمات هذه كلها معنى الرواد الأعمال للشباب سيجدون فرص عمل سيجدون أماكن لبناء مؤسساتهم كله بالتأكيد إذا نجح القرار في استفزاز السكن والبناء في السكن بالتأكيد إن شاء الله أمور كثيرة ستتحلها نعم طيب دكتور عبد الله برأيك ما مدى أهمية وجود جهات تستثمر تلك الأموال الأفراد لتنمية المدخرات؟ ما فهمت إيش تقصد يعني وجود جهات تجمع أموال الناس نعم عشان تستثمرها في العقار أو في مجال التطوير العقاري؟ يعني عندما ينخفض دفع الفرد للمساكن سوف تزيد أو سوف تزيد مدخراته ما مدى أهمية وجود جهات تستثمر تلك الأموال؟ السؤال الثميل الحقيقة هي هو ما يسمى بالقنوات الاستثمارية إذا وجدت قنوات استثمارية يبدأ الشخص لأنه قنوات استثمارية لوجهت تقلل من عملية الارتفاع والإنفليشن والتضخم لأنه الإنسان إذا عنده أموال وليست فيه قنوات استثمارية يتوجه إلى الرفاهية يروح يأخذ سيارة يروح يتمشى فبالتالي ترتفع على سعار نعم فنعم أنا أعتقد أن وجود القنوات السوق المال قد نجد فيه انتعاش لأنه قد يتوجه جزء من هذه الأموال إليه لأنه أصبح أكثر أمان أكثر عايد بعض الناس الآن نحن يجب أن ننظر أن القرارات الحقيقة الآن التي تصدر عن المجلس الاقتصادي للتنمية هي حزمة من القرارات بالتكابلة أديك مثال ما صدر اليوم عن المرسوم وما صدر قبله من ناحية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية أو خلق الوظائف بالإضافة إلى نظام الشركات ترى هذه كلها تصب في دائرة واحدة وهي الاستمرار في النمو، الخروج من الأزمات، النظرة البعيدة فإذن الجبيحة زي ما تكرر أستاذي الدكتور محمد هي عملية الحقيقة نظرة مستقبلية بس يجب علينا أن لا نستعجل النتائج الاقتصاد الأمريكي من 2008 لما دخل في هذا هو بدء الآن بعد خمسة ستة سبع سنوات إذن نحن الآن عشنا سنوات جميلة الآن بنصلح الأسس والإجراءات والأنظمة والفكر بحيث أننا نصل إلى المستقبل الجميل إن شاء الله نعم، طيب دكتور محمد على مستوى الاقتصاد أو على مستوى الاقتصاد هل سنرى تزايد في نمو الاقتصادي نتيجة نشاط قطاع المقاولات والقطاعات الأخرى المرتبطة بالعقار؟ والله سؤال جميل صراحة وبالتأكيد إذا حصل الحراك الاقتصادي وأصبح فيه إنتاج النمو الاقتصادي وزيادة الانتجاز زيادة الانتعاش الاقتصادي زيادة الحركة الاقتصادية زيادة الوظائف يعني خلق الوظائف بالتأكيد يعني يعني كلنا اتفقنا أن إذا استطاع فعلا هذا القرار أن يستفز المؤسسات التطوير العقارية والناس أنهم يبنون ويعمرون ويعني أيضا استفادت الوزارة في أنها تمد الأطراف بالخدمات وكل أصبع لديهم الخدمات المطلوبة وانتعشت البلد بالتأكيد يعني أيضا انتعش سوق الأسهم واستطاع فعلا أن يمول شركات أسهم صغيرة وأسهم كبيرة واستطاع فعلا أن يعني أنت تشهديني يعني نهضة نهضة شاملة يعني بلا شك يعني الكلام في النظرية رائع يعني زي ما قال أيضا دكتورنا العزيز أنه فقط يعني نعطي فرصة للقرار أن يأخذ مساحته لا يمكن أن تصور أن هذا كل الأحداث التي نتكلم فيها ستحضر في السسعة الشهور القادمة يعني لا أنا أكيد أنه يحتاج إلى يعني كل القرارات التي صبت الآن وأصبحت تتكامل القرارات نتوقع أثرها إن شاء الله في المدى المتوسط بإذن الله نعم طيب دكتور محمد هل أثر النظام سيكون مستدام أي أنه سيحل المشاكل المستقبلية في القطاع العقاري باختصار لديق الوقت والله أنت ذكرت الدكتور محمد أولها الدكتور محمد طيب ما في شك يعني برة أخرى أنا أعتقد اتفقنا أنه فعلا يعني الاقتصاد تريه هو حلقة رزمة كاملة فعندما يتحرك جزء تتحرك الأجزاء الأخرى فيه عندما يتعطى الجزء توجد في اقتنقات توجد في الأجزاء الأخرى أنا أعتقد أنه أنت الآن عليك ضغوطات كبيرة جدا ضغوطات من خفاض سعر النفط ضغوطات في عملية تنوع المصادر نمو قطاع كبير من الشباب أو من الطاقة البشرية موجودة هذه إذن تنزمك الآن أن تخرج عن التفكير المنحصر لنسبة معينة من المجتمع بحيث أنه نرجع إلى التوازن اللي كان موجود في المجتمع في طبقات متنوعة ولكن لا يوجد طبقة على مستوى الرفاهية المفرطة وطبقة على مستوى الجفافة والحاجة المفرطة نعم طيب دكتور محمد العباس ما أهمية بقاء أسعار العقارات في مستوى معقول على الفرد والاقتصاد برأيك أيضا باختصار لضيق الوقت هذا الكلام يعني لكن هي باختصار مهمة مهمة بقاءها فعلا عند مستوى مقبول من جميع الأطراف أنت تكلمنا عن الراهن تكلمنا على أثر على البنوك عن السوق المالية على مهم أنها تبقى في عند مستويات مقبولة من جميع الأطراف ولهذا كان سعر الرسم في الحدود هذه حتى ما يربك العقار هذا باختصار نعم الدكتور محمد العباس كنت معنا من أبها شكرا جزيلا لك وأيضا الدكتور عبدالله بعشن المستشار المالي شكرا وجدك معنا في الستوديو شكرا أخي مريم والحقيقة أشكرك على هذا شكرا شكرا لك إذن مشاهدين هذه كانت تغطيتنا لخبر مجلس الوزراء أو عن فرض رسوم الأراضي على الأراضي البيضاء إذن شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة